وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بها ولا بد فيها عند جماهير علماء من لفظ الله أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر متفق عليه فلا بد من تكبيرة الإحرام ولا بد من قول الله أكبر يقولها المصلي سواء كان رجلا أو امرأة وهذا هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه غيره لم ينقل عنه مثلا أنه ولو مر واحد قال الله عزيز أو الله رحمن ما قال هذا وإنه كان يقول الله أكبر الإمام يشرع له أن يرفع صوته بالتكبير حتى لو أن امرأة أمت النساء في الصلاة فإنه يشرع لها أن ترفع صوتها بالتكبير حتى يسمع من وراء الإمام ويعلم وهذا هو ظاهر الأحاديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها أنه كان يرفع صوته بالتكبير وأما المأموم الذي يكون خلف الإمام والمنفرد الذي يصلي لوحده سواء كان رجلا أو امرأة فإن المشروع له أن ينطق بالتكبير بدون رفع صوت يعني ما يجعل التكبير في نفسه لا لا بد من نطق لا بد من تحريك اللسان بحيث يسمع الإنسان نفسه لكن لا يرفع صوته نرى بعض الناس في الصلاة إذا كان مأموما أو كان لوحده يقول الله أكبر لا هذا غير مشروع المشروع أن يقول الله أكبر بلسانه ولكن بحيث يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته وهذا عند جماهير العلماء قال شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله ولا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة باتفاقي العلماء ترجمة نانسي قنقر